فنان كبير اتخذ من الإخراج السينمائي وسيلة لتغيير المجتمع ومعالجة مشاكله وقضياء استطاع خلال تاريخ حافل أن يقدم أروع الأعمال التي تتناول حياة الطبق الوسطى فهو أحد رواد السينما المصفية إنه الفنان والمخرج راحل عاطف سالم الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2002 فنان من طراز نادر قل ما يتكرر استطاع أن يحفر بأعماله تاريخا كبيرا في عالم الفن وأطلق عليه النقاد والجمهور لقب رائد الواقعية لإخراجه أهم الأفلام التي علجت مشاكل ومعاناة الطبقة الوسطى مثل أم العروسة والحفيد وجعلوني مجرما إنه المخرج الكبير عاطف سالم ولد عاطف سالم عام 1921 في السودان لأب وأم مصريين حيث كان والده يعمل هناك بدأ عاطف سالم حياته العملية بفيلم مجدة مع الممثلة والمنتجة ماري كويني والمخرج أحمد جلال الذي اعتبره عاطف سالم أستاذا وقدوة له لم يكتفي عاطف سالم بتقديم الأفلام الرومانسية الناجحة لعمالقة الغناء مثل فيلم يوم من عمري لعبد الحليم حافظ وزمان يا حب للفنان فريد الأطرش وإنما استطاعت أفلامه التأثير على المجتمع ليغير الكثير من القوانين مثل فيلمه الشهير جعلوني مجرما والذي نجح من خلاله في رفع الصابقة الأولى من صحيفة الحالة الجنائية عاطف سالم تنوعت أفلامه بين الكلاسيكي والاجتماعي والرومانسي وغيرها وسعدته التغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع المصري على مدار عقود في التنوع في معالجة القضايا المجتمعية وأفردت له مساحة كبيرة تنقل فيها برؤيته وفنه ليمتع الملايين بأعماله نجح عاطف سالم في اكتشاف العديد من الفنانين الكبار مثل الفنان نبيل عبيد وكذلك الفنان محمود عبد العزيز والفنان وفاء سالم قدم الفنان المخرج عاطف سالم أكثر من مئة فيلم من أشهر الأفلام المصرية والعربية مثل السبع بنات، إحنى التلمزة، النمر الأسود، المماليك، قاهر الظلام، خان الخليلي، توت توت وغيرها وحصل من خلال تلك الأعمال على جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 1999 وكانت آخر أعماله فيلم فارس ظهر الخيل مع الفنانة منازكي توفي الفنان عاطف سالم في الثلاثين من يوليو عام 2002 عن عمر يناهز 81 عاما تاركاً رصيداً كبيراً من الأعمال التي خلدتها ذاكرة السينما العربية